بس أسازينا كابتن خلينا نروح لأرض الملعب واستكمال اللقاءات النهاردة سالح حامد ولقاء مع كابتن الفريق سيف سامير اتفضل يا سلام من جيدة براحب بيك يا كابتن هيسم وأكيد بديو فغل كرام في الستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما حاجة قلت يا كابتن هيسم يعني معي في هذه اللحظات الكابتانه طبعا كابتن الفريق كابتن سيف سامير كابتن سيف طبعا في البداية براحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايز أبريك لك طبعا عن مباراتكم النهاردة مع نادي الجزيرة مبروك وعايز أكتكلمين نهاردة شايف النهاردة إزاي أداء لعب النادي الأهلي أمام نادي الجزيرة طبعا واحد من الفرق القوية اللي موجودة في دوري السوبر الأول بسلام على كابتن هيسم وكل الديو في الموجودين في الستوديو معاه النهاردة مطش طبعا زي ما انت قلت كده من الفرق القوية في الدوري كل المطشط دي تحضيرية لسه عندنا التقيل كله جاي يعني عندنا بعد بقى المطشط دي خلاص فيه بقى دوري وكيس وأفريقيا كل دورة بعضه فبتبقى تحضيرية ممكن لسكور أل شوية كوتش بيرايح ناس شوية لأن احنا اللي عندنا اللي جاي كله تقيل يعني فنهاردة كنا كويسين الحمد لله بس وإن شاء الله اللي جاي يعني ربنا سهل يعني بالتنسيف يمكن طبعا زي ما انت قلت انه لسه المباراة التقيلة جاية المباراة القوية ولكن انتو بتتعاملوا مع كل مباراة عسنية مباراة لا مهمة مباراة لازم نحقق فيها نتيجة كويسة ولازم كمان نقدي فيها أداء كويس جدا آه دي حقيقة يعني احنا كل مطش بيبقى تحضيري للمطشط اللي بعد كده بيبقى بنطبق حاجات بنطبق السيستم اللي احنا شغالين عليه بنحفظ أكتر بعض يعني كل ده تحضيري آه بس طبعا كل مطش مهمة يعني المطشط كلها مهمة وعايزين ندخل بقى المطشط الفايقين المطشط المطشط المهمة دي فايقين وتحضرين كويس وكل واحد في التوف فورم بتاعته بس فربنا يسهل يعني إن شاء الله كابتن سيفيم كزي استعدته للمباراة دي النهاردة مباراة الجزيرة يعني كتستعداداتكم كتعاملة ازاي وطبعا مع رجوع العديد من المصابين وكمان طبعا بعض اللعيبة كتت مشاركة مع مؤتخبنا الوطني في الفترة التوقف ازاي ادوتوا طبعا تحضروا المباراة دي وان شاء الله مباراة دي تحدي سكنداري هتحضرولها ازاي لا ماتش يعني بنحضر له بقالنا يومين احنا بعد كل ماتش كده خدنا اجازة بعد كده كان في يومين ما بنتكلمش حاجة غير عن ماتش الجزيرة ما فيش مش منتكلم على ماتش الاتحاد يعني لسه هنبتدي نتكلم بقى على ماتش الاتحاد من بكرة يعني ان شاء الله بس يعني بنحضر كل ماتش بماتش يعني مش عكتر ممكن كابتن سيفنك طبعا شايفين في المباراة تعويضا لغياب العديد من المصابين مستر اجاصي يمكن يعني خلى العديد من اللعيبة للشباب من تحت فريق تحت 20 سنة ان هم بيشاركوا في المباراة حدك شايف ازاي طبعا الروتيشن دا وان هو بيدي فرص طبعا العديد من الشباب وما شاء الله ان شايفينهم في المباراة دي او مباراة كمان تنادي ازاي مالك تقلقوا زي مؤمن طبعا وكمان محمد طريق خيري كريم حاتم كمان علي وحيد يعني جميع اللي هبين تقلقوا بشكل كبير جدا وطبعا في انتظار اكيد يعني عودت جميع المصابين ان شاء الله مع بداية المباراة اللي جاية او من وقت الباستوف فايف ان شاء الله كنت شو جزتي يعني كان دايما بيقول لنا بقالوس بقالنا سنتين احنا احنا فرقة احنا حتى اللي بيتصاب هو ما بيعلقش انا عايز يرجع ده بسرعة لا انا عايز ده ملعيب مهم يرجع لا هو بصراحة في الحتة دي اللي بتصاب بياخد وقته وما بيركزش ان ده مصاب لا عندنا العيبة صغيرة كويسين جدا 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 متأسسين كمان كويس جدا بقالهم طول عمرنا في النشئين بناخد كل البطولات فهم طالعين بيتمرنوا معنا اصلا بقالهم سنتين فبيديهم واحدة واحدة يعني المطشط دلوقتي بصراحة تسمح ان ياخدوا فرصة وهم بصراحة كلهم يعني حتى فيه بر يعني غير الناس اللي بلعبوا دول فيه ناس كمان بيتمرنوا معنا غير دول علشان ما نتزنقش يعني عشان ما لما حد يتصاب ولا حد يبقى راجع مش في الطوف فورم بتاعته يبقى انت عندك حد تعرف تقيت وعشان كمان مستقبل فدي حاجة يعني بصراحة كويسة فيه جدا يعني كابتانه طبعا كابتان سيف سمير بشكر حدك جدا ومبروك النهاردة تاني على المباراة وان شاء الله بالتوفيق الفترة اللي جاي ان شاء الله شكرا شكرا حدك كذا طبعا يا كابتانه كان لقاءنا مع الكابتانه طبعا كابتان الفريق الاول لكرة تسلى رجال كابتان سيف سمير والان العودة مرة اخرى للستوديو الكلمة ليك طبعا يا كابتان هيس انت فضل سالح حمد مرسادتنا من الارض الملعب بشكرك شكرا جزير